اشتركوا في القناة ووصلنا إلى نص غاية في البساطة وفي السهولة للشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي رحمه الله هذا النص يا أبنائي ولأننا نتحدث في هذه الوحدة عن الوعي الصحي هذا النص يتحدث عن مرض من الأمراض التي تصيبها الإنسان وهو الحمى ويتحدث هذا الشاعر ويصف لنا هذا المرض بأبيات جميلة ورائعة وقال فيها وصف الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي ضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقامي كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجامي وراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهامي ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظامي أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحامي يتحدث الحمى ويصفها بأنها زائرة تزوره وكأن بها حياء يعني يلم بها نوع من أنواع الحياء وذلك أها لا تزوره إلا في الظلام حتى لا يراها الناس في تصوري يقول بذلت أي قدمت لها المطارف والحشايا وهي أنواع من الفرش المزركشة والمخططة والحشايا هو ما يحشى من الفرش يا أبنائي يقول فعافتها وباتت في عظامي عافتها يعني كرهتها وباتت في عظامي يعني باتت في عظامي هذا الشاعر يضيق الجلد وعنها فتوسعه بأنواع كثيرة من السقام ومن الأمراض والآلام كأن الصبح يطردها وهنا يشبه الصبح عندما يشبه الصبح عندما يأتي فيطرد هذه الحمى وتجري تجري مدامعها بأربعة سجامي فسجامي تعني منسكبة وكثيرة يا أبنائي مراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهامي يعني أرتقب قدوم هذه الحمى من غير شوق ولا لهفة مراقبة المشوق المستهامي شديد الحب ويصدق وعدها للأسف وتأتي وعندما يصدق وعدها يكون شرا لي لأنه يلقيني في الكرب ويلقيني في المصائب الشديدة ويخاطبها ويقول أبنت الداهري يقصد الحمى عندي كل بنت يعني عندي كل ضائقة ومصيبة فكيف وصلت أنت إلي من هذه الزحام الكثيرة المعجم المساعد يقول بذلت بمعنىها قدمت عافتها أي كرهتها السقام اللي هي الأمراض ومفردها المرض سجام يعني منسكبة بنت الدهري يقصد الحمى المطارف والحشايا وكما قلنا هما نوعان من الفرشي التي يجلس عليها نفسي هو النفس مدامعها مجاري الدم الكرب اللي هي الأحزان والغموم كل بنت يعني عندي كل شدة وكل مصيبة نعرف الآن بشاعر هذا النص وهو الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أبو الطيب المتنبي يا أبنائي هو أحمد بن الحسين ابن الحسن وهذا الشاعر عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب وكان رحمه الله أعظم شعراء العربية وأكثرهم تمكنا من اللغة العربية وأعلامهم بقواعدها ومفرداتها رحمه الله رحمة واسعة هذا الشاعر الكبير يا أبنائي أنمي لغتي فمثلا كلمة المطارف كما أخذناها في النص أبنائي قلنا هي الفرش أو هو عبارة عن رداء أو ثوب من خز مربع والمطارف مفردها مطرف الحشاية وقلنا هي عبارة عن الأشياء التي تحشى أو ما حشية من الفرش التي يجلس عليها قلنا المستهام اللي هو شديد الحبي آتي بضد هذه الكلمات ضد كلمة عافتها عافتها يعني كرهتها عكس كرهتها أو ضد كرهتها أحبتها نضعها في جملة نقول مثلا أحبت الأم ولدها المثال أو السؤال الرابع يقول آتي بمفرد كلمة عظامي في العبارتين الآتيتين الكلمة الأولى يقول باتت في عظامي الكلمة الأولى يقول باتت في عظامي مفرد كلمة عظام هنا مفردها عظمة أحسنتم والكرب العظام مفرد كلمة عظام في هذه الكرب أو في جملة الكرب العظام يقصد بها مفردها في الكرب العظامي مفرد كلمة العظام هنا هي العظيمة يا أبنائي وهنا اختلاف حتى وإن كانت الحروف واحدة ولكن المعنى مختلف يا أبنائي في كلمة عظام باتت في عظامي يقصد عظامه عظام الشخص نفسه وهنا الكرب العظام يعني الكرب العظيمة للجسام يعني خمسة أبحث في النص عن جمع كلمة كربة كربة مفرد وجمعها طبعا كرب وحللوا وأفهم أين تبيت الحمى يا أبنائي كما صورها الشاعر قال الشاعر بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي إذن الحمى تبيت في عظام الشاعر يا أبنائي ثانيا كيف صور الشاعر العلاقة بين الصبح والحمى في البيت الرابع قال فيها كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة انسجام يعني العلاقة بينهما عندما يأتي الصواع يطرد هذه الحمى يطردها لأنها تكره فراق المتنبي فتبكي بأربعة انسجام يعني تبكي بكاء مريرا وتبكي يعني بكل ما أتيت من قوة لأنها تحبه وتكره فراقه كما يصورها الشاعر كيف يراقب أبو الطيب موعد قدوم الحمى طبعا قال فيها أراقب وقتها بغير شوق بغير شوق ينتظر وقت ما جاء الحمى خوفا لا شوقا لها السؤال الرابع يقول يصور الشاعر الصدق شرا في أحد الأبيان فكيف يكون ذلك طبعا بيكون الصدق للحمى لأنها صدقت في وعدها له وتأتيه بالألام وتأتيه بالأسقام فنقول الحمى صادقة صادقة في وعدها لأنها لا تختلف عن ميقاتها وذلك الصدق شر لأنه يضر بالشاعر شر له يقول هل يعاني المصاب بالحمى في أيامنا هذه مثل ما عانى الشاعر منها ولماذا بالطبع يا أبنائي لا لأننا الآن أصبح هناك نوع من أنواع التطور والتقدم في الكثير من الأمور فتجد مثلا المستوصفات والمستشفيات والأدوية والأجهزة المتقدمة لكن على عصر هذا الشاعر لم نجد مثل هذا التطور والآن يوجد ويتوفر الإمكانيات الطبية والأدوات التي تخفف من أعراض الحمى وعراض أي مرض بإذن الله هناك الكثير من الأفعال التي وردت في النص وهي تعتبر من خصائص هذا من نسبها الشاعر للحمى هذه الأفعال مثلا تزور وعافتها وباتت وتوسعه وتجري ويصدق كلها تعود على الحمى ثانيا أوضح صورة بكاء الحمى عند مفارقتها لأبي الطيب المتنبي صباحا مستعينا بالرسم هنا كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجامي نجد في هذه الصورة يا أبنائي نجد أن العين كل عين يوجد فيها المقلة واللحظ المقلة من داخل العين إلى جوار الأنفي واللحظ في طرف العين في نهاية الوجه فالعين فيها لحظان وفيها مؤقتان تمام كلا يا أبنائي هنا يقول كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجامي إذن الدمع يا أبنائي يخرج من المقلتين ومن اللحظين وهذه هي المقصودة بأربعة سجامي يعني يريد أنها يريد أنها تفارقه عند الصبح فكأن الصبح يطردها وهي تكره فراقه فتبكي بأربعة أدمع هنا يقول أكتب البيت الذي يصور الشاعر فيه المصائف بأنها تحيط به من كل جانب قال أبنت الدهر عندي كل بنت يعني عندي كل مصيبة وكل ضائقة فكيف وصلت أنت من الزحام يعني عندي الكثير من المصائب فكيف وصلت أنت من الزحام هنا يقول ما أفضل هذه الأبيات من وجهة نظرك من وجهة نظرك عليك أن تتذوق هذا الأمر وتختار مثلا البيت الذي أعجبك وتختار البيت الذي أعجبك فمثلا أنا أقول من الأبيات التي تعجبني أنا يقول هو البيت الذي قال فيك أن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجامي ولماذا أعجبني لأنه فيه تصوير دقيق للدموع أي تصوير دقيق أو وصف دقيق من الشاعر لخروج الدموع عندما تكون كثيرة ومنساكبة إلى هنا يا ابنائي نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا النص أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وإلى لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر